و معلوم بأن يوم العيد يوم فرح وسرور و زيارة المقابر يستحلب الإنسان فيها الأحزان و يستدعي الآلام و ربما دمعت العين و ربما نحب المسلم و هذا يتنافى مع يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور النبي عليه الصلاة و السلام ما زار المقابر يوم العيد و إنما كان يظهر الفرح و السرور و لما ضربت جاريتان بالدف في بيت النبي عليه الصلاة و السلام و أنكر أبو بكر ذلك قال دعهما فإن لكل قوم عيدا و هذا عيدنا و لتعلم يهود أن في ديننا فسحة و أما إذا صحب هذه الزيارة يوم العيد اعتقاد بأن الأرواح تنتقل و تأتي و تظهر من جديد فهذه خرافة و بدعة و أمر منكر و لا يجوز أن يعتقده المسلم و لذلك بالنسبة لأصحاب القبور لا يعلمون عن الأحياء شيء و ذلك لقول الله عز و جل و ما أنت بمسمع من في القبور و لقول الله عز و جل إنك لا تسمع الموت و أما الميت فيجد أثر الدعاء و أثر الصدقة فيسأل ممن هذه يسأل الملائكة فيقولون تركت ولدا صالحا يدعو لك و لذلك إخواني بارك الله فيكم ما عندنا دليل لا من القرآن و لا من السنة و لا من فعل الصحابة على أن من السنة زيارة المقابر يوم العيد لكن لو زارها الإنسان معتادا يعني هو يزور دائما يقول أنا عندي فرصة اليوم مثلا بعد أيام عندي دوام و أنا ما أعتقد هذه الاعتقادات الخرافية هذه التي يقولها بعض الناس أن الأرواح تظهر و إلا في فضل مثلا في يوم العيد عن غيره ما في بأس لكن أن يكون مصحوب بهذا الاعتقاد فلا ترجمة نانسي قنقر